السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ايه ابراهيم ودي سلسلة ازايت رندر في 7 دقائق لو عجبك الفيديو ساعدنا نوصل لأكبر قدر من الناس باللايك والشير وما تنساش تعمل سبسكرايب اشاني وصلت كل جديد يلا نبدأ في حاجات لازم تراعيها في الموديل قبل الرندر اول حاجة الحواف فالواقع بيبقاش في حاجة لها حواف حدا قوي كده هنعمل فلس اخرع الفيديو شوية نعمل فقط الثاني حاجة اللستون مهم ان الستون بتاعتي ما يبقاش داخل فيها اي حاجة زي في الواقع ما يبقاش داخل فيها اي حاجة هنا لا يذكر مش مستهلا نتعمل هنميل الخاتم بتاعنا شوية هتلاقي الموديل موجود في الديسكريبشن يريد تجرب وتشوف بنفسك هتستفاد اكتر وهتتقن البرنامج اس ونعمل سيب ندخل على الkey shot انبور ودع زين الى الثانيو الستون ونعمل ممكن للحجر الكبير في النص نغير الماتيريال بتاعته لكي من انلنك بعدين نغير في الستنج بتاعتي الستون دابل نغير درجة اللون نغير درجة اللون اكتر نغير في الستنج شوية نغير درجة اللون ان الاماكن الرغم ا الف حجر ذاتنا اقعية اكتر بعد ما خلصت التعديلات بتاعتي في الماتيريال لو انا هحتاجة استعادة بالماتيريال دي تاني ممكن اجي من هنا اغير اسمها بس بعدين بعدين هدوس save to library اختار gemstone وكده الماتيريال باقت موجودة عندي اممكن استعادمها تاني في اي وقت هنعمل نفس الشيء في الدون هادي كده الانبورمنت مرودية انستعادة من الستوز كميم يبسا عن اشمية صحة نغير بتاعة الانبورمنت لغاية لما نحس ان الستوم بتاعتي والشكل بتاعي بقى اوضح نيجي هنا بقى فيه ضل اللي لدي على الارض بيزود الضوء انه يبقى مسلط عليه اكتر ممكن نقديل البرت نس تاني شوية بعدين الكاميرا ممكن انا شايفها الوضعي دي كويسة نقديل الانبورمنت نقديل الانبورمنت نقديل الانبورمنت اختار انابار اختار انابار الشكل يلف من فوق. او من الفرونت. او الكاميرا اللي انا عملت لها سيب من الاول. كاميرا تريندر بتاعتي. هنا عايزاي لف دورة كاملة تلاتين درجة ولا اقل. بعد كده المدة. انا اختار ثانية واحدة عشان يبقى اسرع ما ياخدش وقت. هيبقى بالمنظر ده. بعدين رندر. هيبقى بالمنظر. نفس الحكاية واختار الاسم. نوع الفيديو. هو يفضل عن تساعد من انبيفور لان ده يشتعى على الاي برنامج. هنختار يوز ريل تايم ماكسيمان نوصل على العشرة. ندوس رندر. انا مش هقول لك الفرق ما بينهم. بس انا عايزاي تجرب بنفسك وتشوف. لو عملت رندر من غير يوز ريل تايم. وعملت رندر باستخدام. وبكده نكون خلصنا. حاول تجرب البرنامج وتطبق اللي النهاردة والمرة اللي فات. ولو عندك اي استفسار ممكن تسيوه في التعليقات. وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة لحبا ركتا.